بزيادة قدرها 20% حققت المجموعة المتخصصة في إنتاج الإسمنت هولسيم المغرب نتجا صافيا بقيمة 324 مليون و326 الف درهم وقد ارتفع حجم مبيعات الإسمنت بنسبة 1.8% إلى غاية نهاية يونيو فيما انخفض حجم مبيعات الجرانيلة بسبب توقف مقلع سخيرات هولسيم المغرب بستراتيجيتها تظل مستمرة في إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى عصر نتيق قطاع البناء بالمغرب وعن رؤيتها المستقبلية نعتقد أنه في مجموعة الأنفذة سيكون نفسنا بشكل مبادرات نحن نشكد أن نرى في المثال سمسطر قليلاً من المثال السمسطر وفي إطالة الاستراتيجية الوطنية لتعزيز تعاون الخطوط مع إفريقيا جنوب الصحراء قررت هولسيم الانفتاع على بلدان غرب إفريقيا